أشهد الرئيس الفلسطينية محمود عباس بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة رئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على إبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقال عباس إن الدورة المصرية الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وحرص رئيس سيسي واهتمامه الشخصية بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينية وقدم الرئيس الفلسطينية تحية لأبناء شعبه الصامدين والصابرين والمرابطين وترحم على أرواح الشهداء كما تمنى الشفاء العاجل للجرحة موجها بتقديم المساعدات الإغاثية الفورية للفلسطينيين في القطاع